السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم وانس احمد درس جديد من دروس تعلم مادة رياضيات لصف السابع الأولى اعدادي المنهج الليبي الكسور هو عبارة عن خطب الكيفية يتكون من بسط فرضا واحد ومقام اثنين نص يعني فرضا نص هذا عبارة عن الكسر يتكون من البسط هذا بسط وهذا مقام كويس الكسور في انواع من الكسور في الكسور الفعلية الكسور الفعلية اللي هي البسط يكون اقل من المقام او المقام اكبر من البسط يعني زي النص هو كسر فعلي فلما يكون فرضا اربع على خمسة فهذا كسر فعلي لان البسط اصغل من المقام او المقام اكبر من البسط كويس في حاجة تانية اللي هي الكسور النوع التاني هو الكسور الغير فعلية هو يكون شاني يكون البسط اكبر من المقام فرضا عندنا ستة على خمسة البسط أكبر من المقام كسور غير فعلية هذا النوع التاني البسط أصغر من المقام كسور غير فعلية البسط أكبر من المقام كويس الأعداد الكاسرية نهاable 3 الأعداد الكاسرية هي تكوّن من عدد وكسر هذي يسمهم فيه أعداد كسرية وكسر فعلي طبعا يكون البسط أصغر من المقام الأعداد الكسرية هي تكوّن من عدد صحيح ومن كسر فعلي يكون البسط أصغر من المقام كويس המسر بالنسبة لأنواع دعنا نعطيكم نبذة معينة على كيفية الجمع وطرح الكسور وضرب الكسور جمع الكسور وحتى اختصار الكسور دعنا نقول أول شيء جمع كسرين مقام نفس بعض فرض عندي نص زائد ثلاثة على اثنين كم يساوي هذا؟ عندما يكون المقامات متساوي يعني هنا اثنين وهنا اثنين معانا نضع المقام الثنين نفسه لأنه زرز متشابهات والبسط نجمعه واحد زائد ثلاثة بساوي اربعة كويس بإمكاننا نضع خطوة ثانية وهي بإمكاننا ان نختصر على الاربعة على اثنين فيدنا اثنين على اثنين فيدنا واحد إذا تولي شنك؟ تولي اثنين على واحد اثنين على واحد لما يكون اي رقم بسطة المقام متاعها واحد اي رقم يكون المقام متاع واحد تحط البسط يعني هو عبارة عن اثنين يعني اثنين هادي تحطها طول لأن المقام متاعها اثنين هادي عبارة عن واحد هي بتساوي اثنين كويس هادي بالنسبة لجامعة كسود خلينا ناخد جامعة تاني اللي هو فرضة عندي ثلاثة على خمسة زائد واحد على خمسة المقام متشابه نحطه المقام زي ما هو الخمسة ونجمعه بسط ثلاثة زائد واحد اربعة اذا الناتج بساوي اربعة الربعة ما تسطلش لشعر خمسة فالناتج النهائي هو اربعة على خمسة ناخد واحدة تانية اللي هي فرض عنا ااااااااااا سبعة على عشرة زائد تنين على عشرة شم بيساوي المقام متشابه نحطه زي ما هو ونجمعه بسط سبعة زائد تنين يساوي تسعة تسعة على عشرة هذا بالنسبة لما يكون جمع الكسور والمقام متشابه دعونا نأخذ وطرح الكسور ويكون المقام متشابه فرض عندي 1 على 4 ناقص 1 على 4 ويكون المقام متشابه مثل ما هو تضع المقام مثل ما هو 4 ونطرح الكسور 3 ناقص 1 يساوي 2 هنا يمكننا أن نختصره على 2 فدنا 1 و2 فدنا 2 إذا ناتش يساوي نص كيف عرفنا؟ هل نتأكد من إجابتنا صح أو غلط؟ 2 على 4 هي عبارة عن ربعين أو لا؟ عبارة عن ربع زائد ربع ولما يكون عندك ربع دينار وتزيد ربع دينار ليس يعطيك؟ يعطيك نص يعطيك مص وهذه هي هذه بالنسبة لطرح الكسور لما يكون المقام متشابه جيد ننتقل للفقرة اللي بعدها اللي هي لما يكون عندك فرد عندنا السؤال فرد عندنا سؤال قال لنا طرح الكسور متشابهة المقام وجمع الكسور متشابهة المقام دعنا نضرب الكسور ضرب الكسور فرد عندك هنا 2 على 3 بتضربها في 3 على أو دعنا نضرب 5 على 3 يكون المقام متشابه سواء كان المقام متشابه أو غير متشابه المقام بتضربه مش حطه زي ما هو يعني لما يكون هنا 3 وهنا 3 تضربهم في بعض لان إشارة تضرب مقامات سواء كانت هنا 4 وهنا 3 تضرب 3 في الأربعة لو كان هنا 5 وهنا 3 تضرب 3 في الخمسة كويس فالضرب شو بديه 3 في 3 بيساوي 9 2 في الخمسة بعشرة إذا الناتش بيساوي 10 على 9 وهذا عبارة عن شين الرقم هذا عبارة عن كسر غير فعلي لان شيني لنا البسط أكبر من المقام لاحظوا كيف رجع لكم واني بحاجات قرناها وهيك ريضية تببي تركز على حاجة وفي نفس الوقت ما تدخيهاش فانت راجع انت تكون أسئلة من عندك فرضا عن نحن 1 على 5 تضربها في شيني 2 على 3 5 في 3 ب 15 1 في 2 ب 2 إذا الناتش بيساوي 2 على 15 هذه بالنسبة للمسألة هذه كويس هذه بالنسبة لضرب الكسور سواء كانت متشابهة المقام أو مختلفة المقام لان المقام بتضربها زي زي المسط ممتاز جدا 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 خلينا اخد رشفة حلب القهوة الحاجة اللي بعدها اللي هو سؤال يقول لك حول الأعداد الكسرية الأعداد الكسرية ما هي رقم وكسر فعلي حول الأعداد الكسرية التالية إلى كسور غير فعلي سواء تحولها إلى كسور غير فعلي حيث ستطلع الكسور غير فعلي مثل نقص سواء نكتب الكسور أو كسور غير فعلي نحن نعرف أن كسور غير فعلية هي البسط أكبر من المقام ماذا هو الرقم الذي لدينا ؟ فرضا الأول السؤال هو 7 و 3 كيف نحول العدد الكسري إلى كسور غير فعلية أو إلى كسر سواء كان كسر أو كسور غير فعلية أنت وراحتك سمعت به هذي يحول الكسر تضرب 3 في 7 تجمحها مع الواحد تقسم على المقام كيف نحن نضرب 3 في 7 إذا عبارة عن 3 في 7 3 في 7 نجمعها مع الواحد و نقسم على المقام 3 ما يساوي ناتج 3 في 7 ب 21 21 زائد 1 22 على 3 وهو عبارة عن كسر غير فعلية دائما سيطلع لك كسر غير فعلية هذا بالنسبة لأول سؤال نحن نتضرب 3 و نقسم على المقام 5 كيف نضربها؟ نضرب 5 في 3 نجمعها مع الواحد و نقسم على المقام 5 يساوي 5 في 3 خمسة 15 زائد 2 سبعة طاش على خمسة سبعة طاش على خمسة ناخد بالرموز ألف وبا على جيم ما يساوي؟ جيم في ألف جيم في ألف زائد با على جيم 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 جيد ناخد سؤال بعد وهو فرض عنا 1 و 5 ما يساوي؟ 5 في الواحد بخمسة نكتبها 5 في الواحد زائد 1 على خمسة يساوي 5 في الواحد بخمسة زائد 1 ستة على خمسة لاحظنا جميع الناتج يطلع كسر غير فعلي وهو البسط أكبر من المقام هذه بالنسبة لأول درس نتمنى تكونوا قد استفدتم معي على أمل لقاء بكم في درس قادم يعوني الله تعالى سوف نعطي عليكم خلال يومين سوف نجاوبكم هلبة مسائل بكفية هذه شكرا جزيلا على استماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى